تواصل الدولة بذل جهودها في سبيل إنقاذ المساعدات أو إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في المساعدات التي دخلت بالفعل إلى غزة بعد أن رفضت إسرائيل دخول العديد من الشاحنات المزيد يستعرضه لنا باسم أبو العنين تحياتي إليكم من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم السبت يوافق العطلة الإسبوعية المعتادة في إسرائيل والتي يتوقف على إثرها العمل في معبر كرم أبو سالم ذلك المعبر الوحيد الذي تنفذ حاليا منه الشحنات الغاثية إلى قطاع غزة وذلك بعد أن قامت قوات الاحتلال بتدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفحة وتم استبداله بمعبر كرم أبو سالم والذي تتحكم فيه إسرائيل من خلال إنفاذها للشحنات الغذائية إلى قطاع غزة ورفضها للعديد من الشحنات الغذائية والإغاثية وعودتها مرة أخرى إلى مصر هذا الأسبوع شهد انخفاضا حدا في الشحنات الإغاثية التي نفذت إلى قطاع غزة فقد رأينا ورصدنا ووثقنا العديد من الشحنات التي تحمل الطعام والتي تحمل قرورات المياه النظيف والتي تحمل أشولة الخبز دقيق الخبز والخضروات كل ذلك يعود مرة أخرى بعد رفض سلطات الاحتلال لرفضها لاستقبال هذه الشحنات الغذائية ضمن سياسة العقابة الجماعي والتجويع لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة العديد من المسؤولين الأمميين من الأمم المتحدة ومفاوضية الاتحاد الأوروبي وزاروا المعبر رفح للوقوف على الوضع الميداني وحركة مرور الشاحنات ورأوا بأعينهم التعنت الإسرائيلي في رفض الشحنات الغذائية رغم أن جمهورية مصر العربية أن الدولة المصرية توفر كل وتسخر كل إمكانياتها لإنفاذ المساعدات من توفير أماكن لتخزين السلع الجذائية والشحنات وأماكن لانتظار الشحنات كل هذا تحاول الدولة المصرية جاهدة أن تمرر هذه المساعدات إلى الاشقاء في فلسطين وحتى أن أحد المسؤولين الأمميين سأل أحد السائقين أثناء عودته من معبر كرم أبو سالم بنفس حمولته عن سبب عودته ورفض دخول هذه الشحنة فأجاب بأنه لا يوجد سببهم فقط قالوا له عد مرة أخرى فعاد مرة أخرى هذا هو الحال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة للشحنات الإغاثية المقدمة لقطاع غزة ضمن سياسة التجويع والعقابة الجماعية للشعب الفلسطينية في غزة من العريش التلفزيون المصري بسمة والعين